علاقة موضوع النهاردة انا بلبي طلبات المتابعين الغاليين على قلبي كل سنة وحضراتكم طيبين وزي ما واضح قدام حضراتكم في قناتكم قناة ابو الصحابسات جايب لكم الترددات اللي بتعرض هذا المحتوى على النايلسات زي ما واضح قدام حضراتكم معانا تلت قنوات في منهم قناتين موجودين على تردد حزمة عامة والقناة اللي التالتة موجودة على تردد حزمة شرقية علشان ما تقولش على حضراتكم هندخل دلوقتي على تفاصيل حلقتنا النهاردة السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في قناتكم قناة ابو الصحابسات كل سنة وحضراتكم طيبين يارب دايما كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسلامة اللهم امين يا رب العالمين علشان ما تقولش على حضراتكم هنروح دلوقتي على اول قناة موجودة معانا على الحزمة العامة اللي هيكون ترددها 12-05-4 او 12-05-50 ده التردد هنروح على معدل الترميز اللي هيكون 27-500 او 27-499 كل حاجة هتكتبها في مكانها زي ما واضح دلوقتي قدام حضراتكم من خلال الصورة تمام؟ هنروح على الاستكتاب اللي هيكون حرف الفي او كلمة اسمها عمودي هنروح دلوقتي على نوع الصورة للقناة الاولانية اللي معانا وهيكون الس دي لجميع الاجهزة اما بخصوص اسم القناة ففي هذا المكان هيتم ظهور اسم القناة لبالكم ان القناة دي قعدت فترة ما كانتش موجودة على نيلسات وتم عودتها منذ اكثر من اسبوع نوع دلوقتي على تاني قناة بتعرض هذا المحتوى زي ما واضح دلوقتي قدام حضراتكم وهيكون ترددها اتناشر خمسة ستة اربعة او اتناشر خمسة ستة ستة على معدل ترميز سبعة وعشرين خمسمية او سبعة وعشرين خمسمية واثناشر الاستكتاب ايضا هيكون حرف الفي او كلمة اسمها عمودي او كلمة اسمها رأسي نوع الصورة للقناة التانية هيكون ايضا اس دي لجميع الاجهزة حزمة التردد للقناة التانية التردد ده حزمة شرقية فقط القناة الاخيرة اللي معانا موجودة على تردد حزمة عامة زيها زي القناة الاولانية لكن القناة التانية دي موجودة على تردد حزمة شرقية اسم القناة التانية في هذا المكان هيتم ظهور اسم القناة عند حضراتكم على الجهاز نروح دلوقتي على القناة الثالثة اللي بتعرض ايضا هذا المحتوى زي ما واضح دلوقتي قدام حضراتكم ووجودة على تردد حزمة عامة والقناة دي ترددها يكون 12 228 او 12 229 قبل ما نعرف مع بعض باقي التفاصيل بتمنى من حضراتكم محدش ينسى الضغط على زر اللايك وعمل الاشتراك وتفعيل زر الجرس خلي بالك ان اللايك بتاع حضرتك هو اللي بيخليني استمر وقدم لك كل جديد فما تبخلش علي بالضغط على زر اللايك وفضلا وليس امرا اعمل شير على الفيديو بتاع النهاردة على جميع المنصات علشان نفيد كل اخواتنا وكل حبيبنا ناس كتيرة جدا بتحب هذا المحتوى وعلى فكرة انا واحد من الناس دي اللي بيحب هذا المحتوى هنروح على معدل الترميز بعد ما عرفنا التردد الحزمة العامة للقناة التالتة اللي معنا في حلقتنا النهاردة معدل ترميز سابت 27 500 او 27 499 تلات ترددات اللي قلناهم من شوية معدل الترميز بتاعهم واحد تمام لكن بيختلف في التردد وفي الاستقطاب الاستقطاب بتاع التردد ده هيكون حرف الاتش او كلمة اسمها افقي حضرتكم لو اتبعتم التعليمات بدقة وكتبتم التردد ومعدلات الترميز والاستقطاب صح وما جابش عندكم اشارة يبقى لازم تعرف ان انت عندك مشكلة في اشارة الطبق ولو في اي قناة ما ظهرتش عند حضرتكم هتقوم حازف التردد وراجع ضيفه تاني من جديد نوع الصورة للقناة التالتة هيكون اس دي ايضا لجميع الاجهزة اما بخصوص اسم القناة في هذا المكان هيتم ظهور اسم القناة الاخيرة التالتة الحزمة العامة قبل ما اختم حلقتنا النهاردة في نصيحة بحب دايما اقولها لكل اخواتي وكل حبيبي لوجه الله تعالى اللا تجعلهم المشاهدة تلهيكم عن الصلاة وعن ذكر الله وعن العبادة وعن حياتكم اليومية دائما يا اخي الكريم يا اختي الكريمة رزمهم وقتكم وانتبهوا لصحتكم وانتبه لصحة اولادك اتمنى اكون افتتكم في الفيديو بتاع النهاردة كل سنة وحضراتكم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله